مايا خليفة ربما تكون قد سمعت بذلك الاسم من قبل وربما تكون قد علمت بالفعل الشنيعة التي ارتكبته وهي في سن الواحد وعشرين عام حين قامت بارتداء الحجاب الاسلامي اثنى قيامها بتصوير فيلم اباحي لتثير بذلك الفعل غضب العالم الاسلامي ضدها وتتلقى تهديدات كثيرة بالقتل ولدت مايا خليفة في عشر فبراير الف وتسعمائة وثلاثا وتسعين بلبنان وفي السابعة من عمرها انتقلت مع عائلتها للعيش في الولايات المتحدة الامريكية وفي سن الثامنة عشر تزوجت من رجل امريكي وحصلت على الجنسية الامريكية بعد ذلك اتجهت للعمل في مجال افلام للكدار فقط وحصلت على لقب نجمة الافلام الاباحية الاولى في العالم ونالت لقب اكثر الممثلات بحثا على مواقع الانترنت ولكن كيف دخلت مايا خليفة على تصوير الافلام الاباحية تقول مايا خليفة ذات يوم توقف شاب بسيارته يا مامي وقال لي هل ترغبي في العمل وتقديم عروض الازياء لدي فوافقت على عرضه ولكن حقيقة الامر كانت غير ذلك فكان ذلك الرجل من وكالة افلام اباحية لترضخ بعدها مايا خليفة للاغراءات المقدمة من الوكالة وتقوم بتوقيع عقد لتمثيل الافلام الاباحية وتصل مايا خليفة لقمة الفجور اللا اخلاقية بتصوير فيلم اباحي بالزي الاسلامي واثار هذا الفيلم غضب العالم وتبرأت عائلتها منها وتلقت تهديدات كثيرة بالقط وتمى تسريب عنوانها ومشاركته في جميع انحاء الانترنت بالعالم وفي عام 2016 اعلنت مايا خليفة اعتزالها عالم الافلام الاباحية وبدأت في عيش حياة جديدة تحاول ان تهرب فيها من اخطاء ماضي من المؤكد انه سيظل يطاردها فمحتوى العشرات من الافلام الاباحية لها ما زالت وستظل موجودة ومنتشرة على الانترنت ولن تستطيع مايا خليفة فعل اي شيء من اجل ايقاف تلك الافلام اشتركوا في القناة